سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة والنهاردة بما أننا حنتكلم في موضوع يخص الأولاد الأحفاد الأجيال القادمة المستقبل فأنا حابة أن احنا نبتدي الحلقة النهاردة بالصلاة من أجلهم فبنقولك يا سيد احنا النهاردة بنصلي حكمة وأمانة ورحمة مع أولادنا وبنصلي من أجل الأجيال القادمة بنصلي أن انت يا رب تشعل فيهم محبتك والتطلع لمعرفتك وأنك تحميهم من سهام العدو وتعطيهم أذان تسمعك وعيون تاراك في اسم يسوع المسيح برحب بيكم مرة تانية وخلينا نشوف حلقة الأسبوع ده بعنوان عنوانها وصايا لقمان وتربية السلفيين والإخوان في الحلقة دي هنتكلم عن سريعا كده ايه وصايا لقمان دي الموجودة في آية قرآنية وايه فلسفة التربية للسلفيين والإخوان بشكل مختصر جدا ولأبنائهم وما هي الآثار المترتبة على ده أو على الفلسفة دي في المجتمعات الإسلامية يعني حنشوف ده حتى وإحنا بنتكلم عن بعض الأمور المتبعة في الفكر السلفي الإخواني الإسلامي بشكل عام في تربية الأطفال انت هتبقى شايف التبعات وانت هتبقى شايف التبعات على الأرض بعنيك وده حنقشه بعد طبعا فقرة الخبر الأسبوع خلينا نشوف دلوقتي خبر الأسبوع وخبر الأسبوع النهاردة أنا سميته عرائس أم دحايا الحقيقة أنه المجتمع الإسلامي يعني مجتمع فيه نفاق واختلاط في الأفكار الدينية الإسلامية المتشددة وفكرة العار والعيب والحرام وكل ده فيه خلط وفيه نفاق كبير وخلط بين الواقع ويعني اللي هم عايشينه ممكن يكون واقع اسود جدا لكن فيه حاجة تغطيه يقولك يعني إيه ده عيب وده ما ينفعش والناس تقول إيه والكلام ده كله الحكاية دي بنشوفها بشكل جالي جدا في موضوع البنت اللي هي عروسة الإسماعيلية اللي كنا عملنا عليها حلقة من حوالي 8 شهور كده واتكلمنا بالتفصيل عن الواقع واتكلمنا عن موضوع تعنيف المرأة وخاصة الزوجة بهذا الشكل وكانت الحقيقة واقعة فجة جدا هحطي لكم الفيديو بعد ثواني اللي حصلت فيه الحادثة اللي أثارت المجتمع بشكل كبير الحقيقة إنه في هذه الواقعة كان فيه سكوت عن الشر بشكل واضح البنت كانت بتتضرب فيهم فرحها بتتكسر بتتقلم يعني مرت بحالة بلطجة وقفت الشرع كله بيتفرج عليه وهي بتتضرب وما هاتش عارف يتدخل وبعدين في الآخر بقت المجتمع يقول لك إيه خلاص بقى والستر ومهجوزها بقى نعمل إيه مصر الجلس عاد بيتنرفزوا من الشيوخ ليه الإعلاميين للناس العاديين الخلط بقى ابتدى يبان في المجتمع في الوقت ده البنت اصطلحت ورجعت ومحدش عارف اللي بيحصل جوه البيوت تقدروا ترجعوا للحلقة دي الحقيقة أنا مش فاكر اسمها إيه لكن ممكن نرجع نحطها لكو تاني على الفيسبوك لكن خلينا نشوف الفيديو اللي البنت فيه بتتضرب يوم فرحة رايح عند الكوفير لو ممكن توطي شوية ناس فراح عند الكوفير وطلعت متأخرة شوية آدي العريس وعيلته ملمومين حواليها ويشيلها ويهبدها في العربية ويدربها ويخبطها ويطلعوها من إيدي يرجعها تاني وهكذا فالست اللي كانت بتصورها دي غالبا صحفية فغالبا الناس اللي كانوا موجودين كانوا كلهم وقفين بيتفرجوا لكن ما كانوش بيحاولوا أنه هما يساعدوا البنت بتتضرب من العريس وأهله وتشوف كسرة قلبها يعني بقى ماشي هي عمالة تعيط وتسرخ وبيحاولوا ياخدوها يعني دخلت عملت شعرها وتزوقت وعملت كسرها كسرها وبعدين قالوا لك أنه هما استلحوا وراحوا عملوا الفرح وكل حاجة العجيب جدا البنت دي إزاي كملت كملت عشان كان فيه ضغط من المجتمع عليها كملت علشان المجتمع يعني هيقول لك طب هو كان بيدربها ليه طب دي اتجوزت وكتبت كتابها واتطلقت كده ليه ما حدش هيصدق الحقيقة فضيحة ودائما الست هي اللي تلامه لازم هي اللي عملت حاجة غلط الناس على فكرة قالوا في الفيديو ده إنها ردت على أخته ولا اتخنقت مع أخته وشتمت أخته العروسة بعد كده قالت إنها مش نتمتش أخته ولا تكلمت معاه هو تنرفز علشان خاطر هي خرجت من الكوافير متأخرة والبيق قعد مستنيها ليه عمل فيها كده من قبل ما يدخل معها قوضة وقفلوا على بعض جوزها من حقه يقدبها يضربها ما حدش يدخل بين الراجل وامرات ويدخل بين القشرة البصلة وقشرتها والكلام ده كل شايفين العروسة بتصوت يعيني ومشية يعني في حالة صدمة غير عادية القصة بقى إنه بعد كده لو حتخلوا الفيديو واتو فالقصة بعد كده بتقول إن هي راحت وقعدت قعد وقعدت صلح وفعلا عملوا فيديوهات وطلع اعتذر والكلام ده كله نكتشف بعد كده إن الست دي طلعت وجابت له البوليس هربت منه لإنه كان بيدربها كل يوم حبسها 15 يوم في برغم يعني غصب عنها في بيت أخوه وقفل عليها وكل ما ييجي يديها الأكل فطار غدا عشان يضربها عالقة قبل ما تاكل وكسرها طلع البنت مزرقة ومضروبة ومتعورة وكلام من ده اكتشفنا بعد كده بقى في مقابلة بين أبوها وبين ريهام سعيد وبين العروسة نفسها وريهام سعيد فبتقول العروسة بتقول إحنا كنا كتابنا الكتاب بعد كده عرفت حاجات وبقينا نتخانق وكلام من ده وبقى يضربني ويعنفني وعايزني أخدم أهله وأهلي يدخله سمعنا من الأب بقى كلام عجيب جدا قالك إنه هو الأب كان بيحاول أنه يصلح بينهم ما اتجوزت وهتعمل إيه عايز يعني تتستر وخلاص ويمكن أما تخلي في قال لها لما تخلي في يمكن يهدى واحد بيضربها كل يوم يقول لها لما تتخلي في بقى يمكن يهدى ده لما تخلي في مش بس هيدرابك ده هيكسرك أنت والعيال كيه فبيقولك الأب بقصة من القصص يعني إنه البنت رحت عنده غضبانة هربانة من الضرب ومن البهدلة اللي بتتبهدلها منه كل يوم فرح جاي وعملوا قعدة صلح وجابوا الأهل والجران ومش عارف إيه وهيعملوا قعدة عرفية صلح يعني يعني اللي تعلمنا إنه هو المفروض يكون أدب بقى العيلة قعدة الكبار قعدين الولد بيبقى قاعد محترم حماية محترم الناس الكبار اللي قعدة غالبا ردت عليه قال لها أنت مشيتي ليه فقالت له أنا مش عايزاك ولا حاجة زي كده أمقاي ملطشها وكسرها قدام أهلها في بيت أبوها واضح أنه يعني الراجل ده كان بلطجي جدا والبنت عاشت معاه مهانة برعة دي أنا يعني اللي أدهاشني ريهم سعيد بتسأله وهي قعدة بتقوله أنت يعني إيه اللي خلاك بعد ما شفت حاجات زي كده قبل ما يعني موضوع الكوافر وكده رحت عند الكوافر وما كانوش يسا دخل وكانت كتاب الكتب فإيه اللي خلاك يعني تعمل كده وتوافق أنك تجاوز هالو فقال لها أه ما هو كتاب الكتب فيها قالت أه فعلا صحيح ما أنتو يعني الكتاب الكتب هتعمل إيه حتى ريهم سعيد متفهمة أنه الناس أما دام كتبت الكتاب خلاص بقى تاكل عالقة كل يوم ما يجراش حاجة ما هو ده بقى يعني عشان العار عشان الفضيحة ما فيش نظرة للأمام تقول أنه الست دي هتبص المستقبلها أنت شايف بنتك هتعيش إزاي الست دي نفسها عندها اختيار تقول لا أنا مش هعيش مهانة بالشكل ده الرجل ده إذا عنفني بالكلمة قبل الفرح هيعمل فيه إيه بعد الفرح مش تم ضربني ودس علي وشلني ورماني وهبدني زي ما كون حاجة مش بني قدمة هيعمل فيه إيه بعد كده لا ما بنفكرش كده ما بنفكرش في مستقبل الأولاد اللي هيتولدوا في بيت زي كده ما بنفكرش في مستقبل العيلة هنربي أجيال جاية في عيلة زي دي إزاي وست مكسورة القلب دايما يعني أنا يمكن شاركت معاكم الحكاية دي قبل كده لكن في دكتور هو محلل نفسي وراجل مفكر وكاتب مشهور جدا اسمه جوردين بيترسون وبيقول كده أنا مش قادر أفهم الراجل اللي عايز يكسر مراته الراجل اللي بيعنف مراته لدرجة إنه عايز يكسر نفسها إزاي يقدر يعيش مع إنسانة مقهورة مكسورة إنت بتبقى عايش مع إنسانة مقهورة يعني ومكسورة إذن إنت عايش مع إنسانة مش بتتصرف بصورة صحية وتبقى أنت راضي ومبسوط بما إنك يعني أنت المنتصر في الآخر فدي عقلية مريضة للأسف الإسلام يربي في الراجل الفكرة دي يقوله أنت تقيم وأنت كبير وإنت اللي تضرب وإنت اللي تربي وإنت اللي تقدب وإنت ليك حق وهي تعمل كذا صاحب السلطان صاحب المعالي الزوج وبعيني يقولك في الآخر قصة الزواج موادة ورحمة المهم النقطة اللي بعد كده عايزة أتكلم فيها سريعا جدا هو ردود فعل المجتمع أنا قلت إنه كان فيه تباين ما بين عبدالله رشدي مثلا اللي قالك يعني خلاص ما تتدخلوش بقى بين الناس وبعدها هي رضيت واستلحت خلاص بس إحنا مش موافقين على حكاية التعنيف بالشكل ده طبعا هو رأيه هي أكيد عملت حاجة غلط وقال لك كده قال محدش عارف إيه اللي بين الأزواج طلعت لنا واحدة زي الموزيعة ياسمين عز نشوف كده الصورة اللي جاية دي لياسمين عز بتقول إيه فيها يعني كلام عجيب الشأن بتقول إيه بتقول ده كان ردها وقت الحادثة ما كانتش بقى إيه ياسمين عز في الوقت ده بتتكلم بالحرية والانفتاح اللي مغرقانة بيه بقى دلوقتي بكل التحف بتاعة كلامها عن الستات وأهمية الرجالة في العيلة بتقول إيه دي عروسة بنت ناس وأصيلة ومن عيلة لمت دنيتها ودرت على شمعتها واحتوت الموقف أنا مش فهمة مفيش ربط بين شكلك وبين اللي انت بتقول إيه بصراحة يعني يعني واحدة شكلها متحضر وعملة تقول لك لمت دنيتها وطفت شمعتها ونورت مش عارف إيه يعني خالص ما خدتش بالها أن الست دي كانت متمرمض بيها شارعها وممسوح بيها أرضها والكلام ده كل حاجة غريبة جدا احتوت جزها ورجلها إيه جزها ورجلها دي إيه رجلها دي جزها وشركها بس ده لا راجل ولا شريك الراجل يبيعمل كده لا راجل ولا شريك وانتي بتعرفيش معنى الرجولة بصراحة يعني أوكي ومش معقول حتبوز فرحها وتبوز فرحتها وتبوز حب 13 سنة معرفش جابت منين حب 13 سنة الأهل نافوا الكلام ده لكن مش ده المهم تقولك حتبوز فرحها هي فكرة كتاب الكتب قصة الفلوس اتدفعت قصة العار مش عارف إيه على فكرة في الغرب الناس بتصرف برضو على الأفرح كتير وكل حاجة وتيجي العريس أو العروسة يوم الفرح أو العروسة بالذات يوم الفرح الأب بيجي كده ممشيها جوه الكنيسة ولا جوه الاحتفالية ومسكها بالإيد كده ومدخلينها والموسيقى شغالة here comes the bride أدي العروسة جاية ولا وتأفر الترجمة بتاعتها يعني الموسيقى اللي بتدخل عليها العروسة والأب عادة يقول لها إيه فكري كويس سيسا قدامك وقت على فكرة الأب كويس هو اللي بيقول كده الأب الكويس هو اللي بيقول كده مش مهم الفلوس المهم انتي فعلا مقتنعة بالخطوة دي ولا لأ ان ده commitment أو يعني حياة كاملة ممتدة لكن احنا لا الفلوس الدفعت خلاص خلينا ايه نقضي الليلة في ياسمين عز بقى بتقول لنا احنا الموقف مش عارفين تفاصيله احنا لنا بالنهاية انهم بقوا سامنة على عسل اكيد العريز ده عنده رصيد كبير قوي عند عرصت ويخليها تغفره والمسامح كريم انا مش فاهمة هي جاية منين لكن خلينا نسمع الكلام ده بصوتها هي علشان تعرفوا ان الكلام افكركم انها قالت الكلام ده ولا لمسها لمس رحت قالت وطلقني يبقى مش هيكون فيه ستات متجوزة عندنا الراجل بطبعه حامي وحمش وعلى المرأة انت احتوي دي عروسة بنت ناس وقصيلة وبنت عيلة لمت دنيتها ودارت على شمعتها واحتوت الموقف واحتوت جزها ورجلها ومش معقولها تبوز صراحها وتبوز صرحتها وتبوز حب اللمسة ولا من اول تاك كطلقي دي مش بتحبك ولما تطلقي صاحبتك دي مش هتجيبلك عريس هتعاضي في البيت فمش كل حاجة تحصل من الراجل نقول يلا طلقي يعني مش عارفة اعلق اقول ايه على الكلام ده من اول ضربة اللي تقولك من اول ضربة طلقي لأ من اول ضربة تعرفي انه مجرم وانه بيعتدي عليكي وانه مش هحترم انسانيتك لكن ايه فكرة انه الراجل حمش فالراجل حمش بقى عنده تصريح يضرب الست الفكر ده هو اللي بيخلي الرجالة تضرب الستات عادي عادي ما هي ياسمين عز نفسها ترضى انه يقوم يلطشها بقلمين المهم هل الفكر ده محدود الانتشار هل ده ظاهرة جديدة ام الحقيقة انه مرض موجود في المجتمعات الاسلامية في اصول النشأ والتعليم الاسلامي عندما يسمح الاله ان يكون الرجل وصي على المرأة فيقدب ويضرب ويتكون له كل الحقوق يعني لا يجوز ان احنا نقول عليها حقوق انسانية ابدا لكن مفيش تبادل محبة ورحمة وكلام اليوفط دي يوفط بس مش موجودة التعليم التعليم ده ما تقول انه هو فيه تقدم في الدنيا المتقدمة بقى الموضوع ده قليل لا هو مش قليل الفكري ده عن الراجل وحقوق الراجل على المرأة ليه جزور كل ما تقطعها وتفتكر انها ماتت ترجع تنبو التاني كده زي زي الاعشاب عارف الاعشاب اللي بتطلع شيطاني كده هو ده فكريش شيطاني الاصل لم يقتلع الجزور لسه موجودة تحت الارض في كل آية قرآنية اخدت حق من حقوق المرأة في الاسلام وبعدين يقولك المرأة مش عارف اين مكرمة وعملة الحقيقة ان ده فك لسبايا العصر الحديث وفي الحلقة اللي جاية هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ياسمين عز مش لوحدها اللي بتفكر كده وحنشوف ليه خلينا بقى نرجع لحلقة النهاردة وموضوعنا التربية الاسلامية المعنى في التربية الاسلامية هي اللي هتكلم عنه عموما هي تنشئة الاطفال المسلمين او التربية الاسلامية جوه البيت ومش مادة التربية اما انه مادة التربية الاسلامية في المدرسة يعني مش هو ده اللي نقصده ولو ان ده جزء من ما يحدث لتربية اولاد المسلمين النهاردة ففي بيوت بتنشئ الاطفال بفكر اسلامي ولكنه يعني ما فيهوش ما فيهوش نظام زي ما انا تربيت مثلا ما احناش ما احناش تبع جماعة ولا طيفة ولا بتاحنا سنة صحيح لكن او ربتني جدتي بالاخلاق والفهم للتعامل والتعايش مع المجتمع والاصول الاسلامية البسيطة تصلي ازاي ده حرام ده حلال تصومي ازاي امتى تصومي والكلام ده كله واهمية الحاجات دي بصورة بسيطة ولكنها حقيقية ووقعية وكتير كان زي كده معظم علتنا كده ما عندناش نظام نكتبعه لكن هناك ايضا النظام التربية الاسلامية اللي بتكون تابعة لفكر معين زي فكر الاسلام الاخوان والسلفيين والجامعات الاسلامية اللي فيها نظام محيد محدد وايديولوجية تقود هذا الفكر في البيت وفي الجامع وفي الشارع وفي الشغل وفي البلد وفي كل حاجة خليني بما اني تكلمت على سورة لقمان انا عايز اقولكو انه كتير جدا من المسلمين بيلجأوا الى سورة لقمان وهي السورة رقم 31 وتقريبا هي 34 اية جزء منها هو عرض لنصائح لقمان لابنه لكن دي سورة واحدة من 114 سورة في مفاهيم اخرى وسنة وغيره تضاف الى هذه السورة حتى ولو كان في سورة لقمان بنجد انه مثلا لو دو قررت لكم اية او اتنين منها هتجدوا انه فيها التباين في التعليم مثلا زي انه بيقوله وانقل لقمان لابنه وهو يعز يا ابناء لا تشرك بالله وان الشرك لظمه عظيم ووسينا الانسان بوالدي حملته ام وهنا على وهن وفصاله في عامين ان انشكر لي ولوالديك الي المصير وبيكلموا عن طاعة الله وعن طاعة الاب والام وفي بقى بعض الحاجات الشكلية زي يعني متعليش صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير وهكذا انا الحقيقة مش مهتمة اوي لان الصورة دي فيها بعض المفاهيم اللي هنلاقيها في التعليم الاخواني والسلفي لكن مش هي دي النقطة هي لا تقود حياة المسلم على فكرة يعني مش دي الصورة الوحيدة اللي هتقود حياة وفكر وتربية اطفال المسلمين في زي ما قلنا مفاهيم اخرى في مثلا التفرقة بين الستات والرجال في صور كثيرة من القرآن القوامة التفرقة بين المسلم والمسيحي التكفير الجهاد كل ده مفاهيم موجودة في ايات القرآن او في صور القرآن كله بتضيف الى كيف يربى الطفل المسلم في بيتنا ما كانش عندنا حد بيتكلم على الجهاد مثلا مش حاجة اسمها كده مش شغلنا ده وما نفهمش فيه ومش اتجاه قلوبنا ما كانش موجود لكن النهاردة البيوت المسلمة عندها المفهوم ده بشكل كبير جدا وواسع جدا لما يكونوا غالبا تابعين لأنظمة معينة الصورة الكاملة في صور القرآن كله ده نتج عنها ما نرى الآن وعبر العصور الماضية عايزة اتكلم عن فيديو شفت الاستاذ براهيم عيسى قدم حلقة من حوالي 8-9 شهور عن التربية الاسلامية وازاي اثرت على المجتمع استضاف فيها عدة ضيوف حوالي خمس ضيوف او حاجة زي كده لكن انا استوقفني رأي اتنين منهم ان انا اشارك معاكم الرأيين دول اخدت بعض الكلمات اللي قالوها بالتحديد والافكار اللي قالوها بالتحديد حقرها لكم ونستعرضها معا لان انا شايفة انه الرأي بتاع الخبيرين دول كان رأي واقعي جدا وخلنا نشوف صورة حقيقية لما يحدث داخل الفكر الاخوان والسلافيين والبيوت الاخوانية السلافية الاستاذ طارق ابو السعد كاتب وباحث في الحركات الاسلامية ده هتشوف دلوقتي صورة هي متاخدة من الحلقة اللي عملها مع الاستاذ ابراهيم عيسى الاستاذ ابراهيم عيسى سألوا عن تربية الاخوان و يعني سألوا هل كان فيه فيه حاجات معينة بتميز تربية الاخوان بشكل محدد ده الاستاذ طارق السعد كان رده بيقول انه الاخوان كان تنظيم بيعتمدوا على شقين في التربية او قسمين في تعليم الناس عموما ففيه قسم مهم جدا هو نشر الدعوة وده الخطاب للناس العام للناس كلها انه ازاي تنشر الدعوة ينشروا الدعوة يعلموا ازاي الناس ينشرها وقسم تاني يخاطب الصف داخليا يربي الصف يربي اللي جوه سواء كانوا بقى شباب اللي لسه مستقطبين هم او الاطفال اللي بينشأوا داخل تنظيم الاخوان الجزء ده هو اللي فيه بقى تحدث قولبة الافراد علشان يكونوا مناسبين لخطة التنظيم خطة التنظيم الاخواني غير منفصلة عن التعليم الاسلامي هي اصلها هو الدستور بتاعها القرآن والسنة طبعا ف والدعوة جزء من ده الاستاذ طارق بيقول لنا انه فيه حاجة اسمها كده دستور تجنيد الاخوان كتب واحد اسمه مصطفى مشهور كاتب فيها بعض الامور اللي يعني هنلتقطها كده من اللي قاله الاستاذ طارق بيقول كده انه الدعوة الفردية ثلاث خطوات ازاي تتعامل مع الناس اللي انت بتدعيهم اولا الخطوة الاولى انك تعزله اجتماعيا فلا يعود يعيش في بيئته الاساسية فده ممكن يحصل مع الشاب وممكن يحصل مع الطفل هم بيستقطبوا الشخص فكأن الشخص ده طفل لسه جاي فيعزله اجتماعيا ولا يعود يعيش مع بيئته الاساسية ازاي فيقوله مثلا انه الانتماء الحقيقي هو الالتزامك بما يقول الله ورسوله بالمجموعة الاقرب ليك هم اخوانك في في التنظيم وكده فتلاقي التنظيم بيستقطبوا داخليا ويبعدوا عن البيئة الاساسية يعني واحد عايش في المجتمع كان بيخرج مع اصحابه اما تشوفوا الحلقات بتاعت مش فاكرة كان اسمها ايه بتاعت الاخوان المسلسل اللي اتعامل عن الاخوان اخيرا فتلاقي انه مثلا طب ما بدل ما نروح السينما تعال اخدك عندنا اجتماع حنلعب كرة ونسمع وعز او خطبة يا فده نوع من العزل الاجتماعي المسلسل اسمه الجماعة شكرا فلما يعمل كده بيعزله عن المجتمع ويبقى عارف انه المجتمع ده لا يناسبني فكره لا يناسبني انا احسن انا افضل كل ده بطانة وبعدين يغير له البيئة الوجدانية يعني بيحب ايه ويكره ايه فيخلي يغير له اللي هو بيحبه وبيكرهه على اساس ما قال الله وقال الرسول وما يناسب التنظيم ايضا يعني صحابه اللي برا التنظيم مش هيقدر يحبهم امه والابو اللي خارجين عن امه مش محجبة مش هيقدر برضو وهيكرمها بس ماقدرش ايه يبقى مرتبط بيها وجدانيا زي ما اا لو كانت منتظمة وملتزمة بالتنظيم بيغير البيئة الوجدانية حاول يغير القلب عوزة اجتماعية يعزله قلبيا وبعدين بقى يغير له البيئة العقلية يعلمه بقى يدي له ايه منهج ترباوي منهج اخواني الفكر يعني لما اما الانسان يبقى متاخد في عزلة تقدر تغير افكار برمجة تقدر تغير قلبه يعني ده يتخاف منه وده ما يتخافش منه وده يغضب ربنا وده يدخلك النار وهكذا اسمه ايه الترغيب والترهيب بيحصل بيغير فكر الانسان ولما يبقى عنده منهج يمشي عليه والمنهج ده ليه خطوات معينة وفيه ناتج بقى لما بتدخل وتتعلم المنهج وتبقى قائد وتبقى منظم ويبقى عندك اهداف سياسية واجتماعية لتغيير المجتمع ونشر الفكر الديني وتبقى عضوة عامل طبعا ده بيدي فرصة اكبر لانه الاخواني بقى عندهم سيطرة على فكره حياة الموجدين يريد توقف الصورة اللي اني مش شايفها دلوقتي بقى فيه بعد كده بنشوف النقطة التانية النقطة التانية هنا اللي تكلم فيها الاستاذ طارق بيقول كده انه التعليم ده بيحصل ازاي بيقول كده الاستاذ طارق هو قسم الموضوع ده لاربع اركان وقال كلام مهم جدا مهم ان احنا نفهمه لان اللي قاله هو الفهم المعاصر والتحليل للي نتج عن هذا الفكر يعني الرؤية اللي تكلم فيها الاستاذ خلاص كده كفاءة شكرا الرؤية اللي تكلم فيها الاستاذ طارق هو بيقول كده الحاجات اللي هو شافها ناتجة عن التعليم الاخواني والفكر الاخواني وبقى شكله ايه في المجتمع وقصاره شكلها ايه في المجتمع اوكي انا انا اسفة انت معرفش يا ريت تصلحوا انا مش عارفة صلح اوكي المهم قال انه فيه اربع اركان للموضوع ده بيعلمهم ازاي بيقولك هنا بنلاحظ انه الحرص في اللغة لانه هناك اسلام متطرف واسلام غير ذلك فبيعلمهم ايه بيعلمهم ايات مكتزئة من القرآن يعني ايه ايات مكتزئة طبعا هما بيعلموهم الايات القرآنية الموجودة فمثلا اللوجو بتاع الاخوان واعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومن ربط الخيل ايه دي ايه مكتزئة لا مش ايه مكتزئة ولا اي حاجة هي الاية بتفسيرها بكل التفسير بتتكلم عن الجهاد والاعداد لقتال الكفار والزود عن الاسلام ورسول الله وكل ده فلكن طبعا الاستاذ طارق وغيره من المتكلمين لازم يتكلموا عن الموضوع ده وكأنه يعني اكتزاء من القرآن بعد كده يقولك في حكايات من السيرة برضو مكتزئة من واقعها لا طبعا ما فيش حاجة اسمها حكايات من السيرة مكتزئة من واقعها يعني ايه ايات مكتزئة او حكايات مكتزئة لا هي حكايات السيرة المكتزئة من واقعها يعني عايز تقول انه الموضوع ده بيحصل بس لو مثلا الغزوات والكلام ده هل الغزوات دي حصلت وقتها والقتال والقتل والحرب والكلام ده اللي حصل وقتها حصل وقتها ومش مفروض يحصل دلوقتي لا الجهاد ممتد ونشر الإسلام والدعوة ممتدة سواء كانت الجهاد بنفسك ولا بمالك ولا بدعوة الكلمة وغيره الكل يعني المجال مفتوح المجال مفتوح بعد كده بيقول انه في قشرة من المفاهيم الدينية بعد كده فالقشرة من المفاهيم الدينية دي زي ايه مثلا يقولك انه مثلا يعلمهم التجويد في حفظ القرآن والتفسير وكلام ده كله يعني القشرة في الفكرة الدينية هو بيسمي ده القشرة ولكن الحقيقة انه ده دي مش قشرة معلم الاطفال من هما صغيرين حت حكاية انه هما يحفظوا القرآن ويجودوا القرآن وانه يجب انه يقرأ بهذا الشكل وانه نطع بهذا الشكل والكلام ده كله ده تعليم برمجة على انه هناك طريق واحد يعني انت بتاخده شكلا ولكن ليس موضوعا لانه حفظ القرآن وتجويد القرآن والكلام ده كله لا يغير في شيء لا يغير الشخص في شيء هو بس مجرد دندنة زي ما كنا نحط القرآن ونعد نسمع انا معرفش اردت لزي وفعود اسمع عشان اخد حسنات مثلا ولكنه لا يغير شيء في قلبي انا مش فهم حاجة وان فهمت لو فتحت الكتاب وفهمت وقريت التفاسير فالتغيير دائما دائما سلبي بيقولك انه في مرحلة الطفولة مثلا بيعلموهم قصة اهل الكهف ومن خلال هذه القصة المفاهيم اللي عايزينها تتغيرس في المجتمع يقولك انها مغادرت مجتمعهم وعزلوهم عن المجتمع وانه عزلوهم عن المجتمع لوضعهم في مجتمع الصالح لانه الناس بتوع اهل الكهف دول انعزلوا نفسهم عن المجتمع كان مجتمع شرير في خطايا واتأفر فهو بيعلمهم كده انه عندما يكون المجتمع غير صالح اتعزل زي قصة اهل الكهف وفي مرحلة تانية بقى يروح معلمهم انه هو ده الصواب في العزلة عن المجتمع اللي انت عايش فيه ده واندماجك في التنظيم ما بقاش بقى عزلة بس يعني ذهنية او قلبية لا بقت عزلة حقيقية وجدانيا وقعيا وقلبيا واحيانا انفصال خالص عن المجتمع لدرجة يعني الاتجاه الارهابي بقى في التضحية بالنفس والجهاد بالنفس فالحقيقة لو بصيت لده هو ده مش من اصول التعليم الاسلامي لا هو ده من اصول التعليم الاسلامي التعليم الاسلامي يفصل الانسان المسلم عن المجتمع في اي مكان عايزة اقعف هنا اقول حاجة في المجتمعات الغربية المسلمين في المجتمعات الغربية بيتعلموا في الجوامع عدم الاندماج في المجتمعات الغربية لانها مجتمعات كافرة ومجتمعات شريرة وخافوا على اولادك وكلام من ده انتوا تعملوا دعوة لكن لا تندمجوا مع هذه المجتمعات وخاصة الستات فدي من أشهر الأمور مثلا في جوامع أمريكا وانجلترا هو عدم الاندماج مع المجتمع اللي انت عايش فيه انت بتاكل وبتشرب وعايش هنا وبتاخد من الحكومة وكل حاجة بس ما تندمجش مع المجتمع فتدخل اما تروح الجوامع في الغرب تلاقي ان المسلمين استعمروا المناطق اللي حوالين الجامع اللي هم بنيين علشان يفضل مجتمعهم ونغالق عليهم مثلا يعني قصة تانية اللي بيستخدموها الاخوان والسلفيين في هذا الموضوع هي قصة أصحاب الأخدود والغلام والساحر الفكرة في هذه القصة انه الكذب للمصلحة فقولك انه الراهب قال للغلام اذا سألك أهلك قل حبساني الساحر واذا سألك الساحر قل حبساني أهلي ايه الفكرة من ده؟ انك تجدب لمصلحتك التقية الكذب على المجتمع والأهل حسب المصلحة وده برضو مش اختراع اخواني ولكنه أصل اسلامي قرآني التقية في فكرة التقية فيه آيات كثيرة في القرآن مفهمها انه يمكنك الكذب في حالات الخطر في مثلا بيستشهد كثير من المفسرين بأهل الكهف او بصورة الكهف انه المجموعة دي كذبوا على المجتمع اللي هم فيه علشان يأمنوا لنفسهم وانه فيه مثلا قصة مؤمن ألا فرعون مثلا برضو المفروض انه هو كذب علشان يأمن على نفسه مش مشكلة تتكلم في موضوع التقية بس المفهوم اللي عايزة وصله النهاردة انه هناك الكثير من المفاهيم القرآنية اللي وصلت الاخوان لكده مش لانه دول تنظيم ارهابي هم عملوا حاجة ما يعني خاصة بيهم او تطرفوا لا هم استندوا على الفكر الموجود في القرآن ابراهيم عيسى سأل هل هناك اختلاف بين السلفيين والاخوان في هذا الامر في موضوع التربية الجهادية مثلا فكان فيه ضيف تاني خليني اشوف هل الامر كان في موضوع التربية الجهادية الاخوانية والسلفية هل فيه اختلاف بين الاتنين فولا كلهم مشتركين في نفس خلق حد فكرة خلق الروح المتشددة المتعصبة المنحازة اللي بتؤدي الى الانفصال عن المجتمع والفكرة كمان انه هنا هذه الجماعات ترى انها على الحق والصواب فهل الكل مشترك في افكار تؤدي الى العنف ضد المجتمع وبعدين بيقول كده في تمام التربية في كل فصائل الحركة الاسلامية الفصائل دي يعني تمام التربية فيها تؤدي الى داعش على طول يعني اذا انت رحت لمجتمع بيعلم الاطفال بهذا الشكل فهذا المجتمع يؤدي الى داعش فكان فيه ضيف اخر رد على هذا الموضوع بيقول كده انه السلفية عندهم سيولة مش محتاج تنظيم سري ولا قيمة تنظيمية هو الاستاذ يوسف علي وهو كاتب وباحث ايضا لكن هو محتاج الى مفاهيم دينية متشددة وتركيز على الشكل وكل ما هو شاز ومتعصب وهذا هو منهجه وتمييزه داخل المجتمع وقال حاجة مهمة بقى بعد كده الفصائل الجهادية تلتقي مع الاخوان مع اختلاف التنظيم وبيتفقوا على السرية والعمل السري وكل هؤلاء بعد قولبة الشخص يؤدي الى الاستعلاء وانه الشخص بيتعامل مع المجتمع باستعلاء يبقى فيه انفصال وحاسس انه هو الذي يملك الصواب والصح والله يرضى عنه وعن جماعته وينفصل عن المجتمع فينفصل عن المجتمع ازاي زي ما بنشوف اللي بيحصل على الارض دلوقتي ينفصل عنهم في الافراح وفي الاطراح وفي المواطنة وكل مناسبة موجودة حتى ولم يستطيع ان هو يحرمها فهو يحاربها شفنا ازاي الكلام ده موضوع تهنئة المسيحيين الترحم على المسيحيين او غير المسلمين والكلام ده كله ويقولك ايه اصل يعني انا مثلا او مثلا حتى مولد النبي مثلا البلد كلها بتحتفل بيه لكن هو يقولك اصل النبي ما عملش كده ما حدش احتفل بيه في الموضوع ده وهكذا يعني النبي ما لبسش ساعة انا ما لبسش ساعة البس الساعة في اليمين البس الساعة في الشمال ايه الكلام ده كل اكي فسؤالي اليس هذا ايضا هو عامة الفكر الاسلامي فكرة انتم الاعلون ومن ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل من يعني هل في تناقض في انجزاب الشباب لهذه الفكرة مع فكرة التمرد ده سؤال سألوا الاستاذ ابراهيم عيسى الاستاذ ابراهيم عيسى كان بيسأل في الحتة دي انه طب الشباب اللي خرجوا علشان يعني يعملوا يغيروا سياسة يغيروا حياتهم كلام من ده ما فيش اختلاف في او تقابل في موضوع انه الشباب اللي عايز يجدد وكده ينجذب الى هذه الافكار الدينية المتطرفة فحاجة من الحاجات الهمة اللي قالها الاستاذ يوسف علي قال انه في غياب للمكون الثقافي وهذا الغياب للمكون الثقافي ملأته الجماعات الاسلامية يعني كلها بالافكار المتشددة والجوامع وفكرة تحفيز القرآن اللي هو يعني من الاساس احنا بنشوف فكرة تحفيز القرآن دي فيه الكتتيب والكلام ده كله وده خلى المكون الاساسي في المجتمع مرتبط بفكرة الدين والتدين وياخد الافكار الافكار الدينية وتحصل بقى ايه فكرة تعدد الاختلاف في التفاسير وادخال القصص المتطرفة وكل ده الأستاذ يوسف علي بيقول انه هو قسم الاختلافات والافكار اللي شتتت المجتمع الى ثلاث فئات فكرة المرأة والمسيحيين والكلام ده كله المرأة انه مثلا فكرة ان المرأة تقعد في البيت وانها ما تخرجش من البيت وانه القطر اللي بيجوز فيها عملية تقويم المرأة والقوامة والكلام ده كله وبيقول ان الكلام ده كله يعني موجود من زمان على اساس القصص القديمة اللي موجودة من وقت الصحابة الى الان عشان ما يقدرش يقول انه ده اساسا موجود في القرآن ومصدره محمد الصحابة القرآن موجود من الاصل ده في جدور الاسلام التفرقة بين المرأة والرجل وحقوق المرأة وحقوق الرجل والكلام ده حتى التفرقة بين فرق المسلمين نفسهم حتى موضوع انه الشيعة بقوا يعني في وقت من الاوقات يعني يكرهوا الشيعة اكتر ما يكرهوا اليهود وبعدين موضوع المسيحيين وعودة الوقت اللي احنا النهاردة بنتكلم فيه انه التعاون مع المسيحيين كالتعاون مع اهل الزمة بقى بفكرة اهل الزمة واعادة قانون اهل الزمة في المعاملات بين الطواقف دي والمسيحيين اللي موجودين في بلادهم لا تشارك ولا تهني ولا واذا ما قدرش بقى يقولك انا لا احبز هذه الفكرة فبقى تعصب وهجوم بشكل واضح الشخص نفسه بقى الفكرة للنقطة الثالثة هي الشخص نفسه بيقول فيها انه التربية المتشددة تحدث تطرف يا اما التطرف ده ينتج عنه بعد عن الدين فيبقى ملحد او الالتحاق بجماعات ارهابية قصوا بقى يعني ايه المشكلة هنا مشكلة كبيرة لانه حنجد في نهاية الكلام عن موضوع المفاهيم اللي بتعطى للاطفال منذ الصغر وللشباب الى اليوم دائما ستقودهم للانفصال عن المجتمع للتشدد للابتعاد عن الغير لعدم الفهم والتمييز ليه انت بتعمل كده وليه انت تقبل هذا الدور او لا تقبل هذا الدور يعني العلاقات الاسرية بتتكسر النفسيات الانسان المسلم بتتكسر ست او راجل النهاردة بعد ما كان يعني يمكن في الخمسينات والستينات ابتدى يظهر ظهور المرأة في المجتمع ودورها وكلام ده وبقينا العائلات يعني انا افتكرت وانا بحضر الحلقة دي كنت بشوف فاكرين فيلم كانت فاتن حمامة محامية والمفروض انها هتدافع عن اللي بتحبه والحاجة زي كده والناس تقول انتي ست هتعملي ايه وبعد كده ابوها بقى فخور بيها والمجتمع بقى فخور بيها الاستاذة فاطمة حاجة زي كده كان وقتها اربعينات خمسينات ستينات كانت المجتمع ابتدى يشوف ده عودت هؤلاء بالفكر الاسلامي المتشدد اللي بيقدمه لنا النهاردة رجع البنت للبيت حجب البنت وقعادها شكل اللبس شكل اللي مش عارف ايه بقى المسألة شكلية اكتر فيعني المواضيع دي انتشرت بانتشار الجامعات دي الخطاب الديني والخطاب الديني البديل كان نقطة مهمة برضو تكلموا فيها وهو يعني هذه الجامعات عملت نمزجة للدين ده لفظه هو استخدمه يعني ايه خلت انه الانسان النموذجي يبقى متدين فيجب انك تكون متدين وانه التدين يركز جدا على الشكليات الحجاب الصلاة الزبيبة حفظ القرآن اثر ده على الاطفال ايه زي ما تكلمنا قبل كده اوكي تروح تحج تعمل عمرة بتصوم ازاي الزكاة بتاعتك عملت الضبيحة ولا ما عملت هاش وهكذا الامور الشكلية دي كلها لكن علق تعليق مهم جدا قال احنا لو عملنا دراسة علمية هنجد انه هؤلاء جميعا لم نجد لا لم نجد انه الحفاظ القرآن دول لم يساعدوا المجتمع لم ينتجوا شيء في المجتمع بل اسبتوا العكس ما فيش دراسة علمية تحصي ده لكن احنا شايفين نتيجها في المجتمع الاباء والامهات بيعتقد انه ده حماية وده افضل لكن ثبت العكس العكس اللي اتنين دول تعليقي انا على اللي اتنين دول انه اللي اتنين دول شايفين الحقيقة ولكن قدموها في اطار مخفف بيبعدوها عن الاصول الدينية علشان يحطوها في تنظيم يقال انه متشدد او ارهابي ولكن المتمسكين بالاصول هم السلفيين واصولهم كلها مركزها محمد والقرآن الاخوان عندهم فكر متطور قليلا متطلع للسياسة متطلع للسلطة ولكن ايضا هذا جدوره في القرآن عايزة اوريكم حاجة عملية سريعة جدا عشان الوقت تقريبا خلص فيه الشيخ اللي انتو هتشوفوا صورته دلوقتي فيه مقال كتبه الشيخ ناصر العمر العمر رجل دين سعودي زوم يول اخوانية محافظ وينسب الى الصحوة ايضا كتب حاجة اسمها ميت نصيحة لطربية الاولاد صورة الشيخ ده فيه تقرير في سنة 2018 عن القبض عليه واعتقاله لانه كتب تويتا متطرف صورة اللي بعد كده هتشوفوا الشيخ ده مع امير قطر وطبعا يعني الاتجاه الاخواني يباين هنا في المقال ده بيتكلم عن تربية الاطفال وبيقول انه خير ما يغرس في نفس الناشئ الاداب الاسلامية والسنة النبوية لتشكيل شخصيته منذ الصغر وفق هدي الاسلام ومبادئه واحكامه عايز اقرالكم بعض المبادئ والاحكام اللي هو اتكلم فيها دي واوريكم ازاي الاسلام يهتم بالامور الشكلية قالك عندي مئة نصيحة المئة نصيحة دي داخل فيها عداد شكلية لكن ليها مغزة وليها بطانة مهمة جدا وداخل فيها امور طبيعية يعني اداب عادية وداخل فيها بقى الامور الدينية او الحاجات العقائدية اللي تخوافك وترهبك من الله فبيقولك ابتدى كده انه من اهم العادات ان يناول ما يعطى باليد اليمنى من مأكل او مشرب او لعب ليتأخذ ليتعود على الاخذ باليمنى والاعطاء باليمنى والاكل باليمنى ومش عارف ايه فالكلام عن موضوع الاكل بالشمال واليمين ويقولك ايه انه مثلا كمان تعلموه انه يلبس الاميس بيده اليمين ويقلعوا بيده الشمال ليه 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 هذا التعليم لان ده بيعلموا انه هناك شيطان دائما حينقض عليه اذا ما عملش كده ويعلموا ايضا انه الرتابة في هذه الامور ما تخليهوش يفكر في عمق ما يحياه في عمق ما في قلبه يقولك ايه ان ينهى عن النوم على بطنه وان يحول الى القبلة عند قضاء الحاجة و يجنب لبس القصير من السياب والثرويل وان يخالف هواه وان يمنع من طلب لعبة او مأكل وان يمنع من مص اصابعه وعد اصافره وان يعود غسل اليدين وان يحافظ على الاعتدال في المأكل وان يعود ان يسمي الله تعالى عند البدء في الطعام وعند الفرغ منه وان يقزم التثاؤب يعني في حاجات غريبة الشكل يعني عايز اقولكم مثلا نصهم حاجات كده شكلية نظافة الفم والسواك والامتخاط باليض اليسرى وكذلك حمل الحزاء باليجر اليسرى والاوساخ والاستنجاء وان ينهى عن العبث بأنف وكلام ده كله كلها امور شكلية ولكن بطانتها مش النظافة بطانتها الخوف من الشيطان لو علقت هدومك لو عملت كده والرتابة في هذه الامور تخليك عايش في متاهة انا عملت ايه ما عملتش ايه الوسوسة دي تنسيك ان انت بتعمل طاعة لله ولا مش بتعمل طاعة لله وطاعة الله تبدأ من القلب وتعلم الطفل انه التمييز في التصرفات ولكن ليس التمييز بالفكر والقلب انت بتتبع مين انت على علاقة مع مين ده شيء مش موجود انت تابع مردد فقط ولكنك لست عامل مشترك في العلاقة مع الله خالص يعني يقولك ايه كمان وايضا يقولك مثلا ان يلقن الالفاظ الصحيحة ويعود النطق باللغة الفصحة بدون تكلف ما امكن وان يعود الطاعة اذا امروا احد ابويه بشيء او من هو اكبر منه النقطة الاولانية تجد انه الكثير الكثير من السلفيين ومن الاخوان وطبعا واضح من لغتي انها للا كنت ده ولا ده لان انا بتكلم عربي عامي فيعودوهم انه هما ينطقوا الكلام مش عارف ايه والتشكيل ايه والكلام ده ويعطشوا الجيم ويكبروا المش عارف ايه ليه علشان يعملوا فصل منهم وبين غيرهم لكن الفصل الحقيقي اللي يبينك عن غيرك او اللي يخليك تبقى افضل في امور حياتك تنتصر على مصعبك الشخصية انت في العلاقة مع الله انك تكون انت شخص متغير من الداخل فتميز انت اختياراتك تفيد المجتمع تفيد غيرك تفيد علاقتك مع الله ولا لا انه قلبك يحب الله ولا لا انك عندك وعي بمحبة الله ليك ولا لا ده كله مش موجود هي فقط طاعات يقول الشهادة كم مرة في اليوم وهكذا واتعلم النجاسات والاستبراء والاستنجاء كلام يعني هو الناس العادية بتعلم اولادها انها تخسل ايديها ازاي وتنظف وشها ازاي والكلام ده كله لكن المؤمنين اللي بيعلموا لأولادهم اولا انه منذ البداية بيعرف ان هو محبوب من الله وانه مطلوب من الله وانه رعايته من الله وانه احنا موجودين اهله علشان نرعاه ونحبه علشان يعرف محبة الله ليه ليس هناك اي شيء زي كده في التعليم الاسلامي اللي بيوضع في حياة الاطفال اللي بيحصل في اطفال المسلمين النهاردة يعلمهم الخوف والرعب من اله منتقم جبار يعلمهم الاحساس بوجود الشيطان دائما ولكن ليس هناك معونة انا بقول النهاردة ليكي كأم وكأب بقولكم ان المعونة الحقيقية اللي تعطوها لأولادكم هي معرفة الله الحقيقي يسوع المسيح المحب المخلص الصالح محب البشر اللي بيحبكم انتو الأول عشان تقدروا تنقلوا محباتوا لأولادكم اشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة